يجب أن تحمق عليك أخوات البطاطا والذي يجب أن تشعر في الزيت اليوم سوف نعطيك السر للنجاح بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية سوف نحتاج البطاطا مسلوقة كمية تبقى على حسب عدد أفراد العائلة وعلى حسب الضوء البطاطا نسلقها و هي صينة بالقشرة حتى نطيب و نجعلها تبريد و ننقيها سوف نضيف الملح والبصار و تحميرها و شوية ديتوما بودر و لصوص حارة تستعملها و تتصغنو عليها على حسب الضوء سوف نمزج هذه المكونات بالنسبة للبطاطا من الأحسن أنكم تسلقوها هكا كاملة باش هكا ما كتجيش متشربة الماء و كتجي ناشفة سوف نأخذ واحد شوية ديال هذه البطاطا كنشكلها في اليدين ديالي هكا كنبسطة و كندير فيها قطعة ديالجوبن إما كتستعملوا المودزاريلا أو جوبن أحمر على حسب اللي متوفر و كنشكلها كويرات سوف نعود وحيدة واحدة أخرى باش شوفوا الطريقة كنبسط واحد شوية هكا غير شوية كنبسطو و كنضيف قطعة ديالجوبن في الوسط قطعة صغيرة ديالجوبن ما تكتروش بزاف باش ما كيدو بش هدك الجوبن و كيخرج على البطاطا و بالتالي كيترتقو لكم اللي كخوكات ديالكم سوف يفاش كملت الكيمية اللي عندي كاملة شكلتها أخذي ثلاثة ديال معالقة كبار ديالتقيق غربلتهم كنضيف لهم جوج معالقة ديالنشال ملحة البزار و شوية ديالتحمارة كنمزجهم زيان مع بعضياتهم من بعد كنضيف كاس و نصف ديال الماء ضفت في الأول غير كاس كنخلط هده المكونات هده مزيان مع بعضياتهم من بعد كنضيف نصف كاس آخر ديال الماء حتى كنحصل على وحد الخالط اللي كيكون متوسط ما خفيفش بزاف و ما تقلش بزاف شوفوا لين قوام دياله كيفا جدير سوفي كنرجع لهادوك الكويرات ديال البطاطا كنضيرهم في هده الخالط ديالتقيق مع النشا و كنضيرهم فلاشا بلوغ كنحاول اني نلبسهم زيان فلاشا بلوغ كنبقى كنستمر في هده العملية هده حتنسالي الكمية اللي عندي كاملة و من بعد كنضيرهم في المجمد هده سير من الاسرار ديال النجاح ديالك خوكات ديال البطاطا باش ما كترتقوش في الطيب ديالهم دروري كديروهم في المجمد ما بربع ساعة و عشرين دقيقة عاد كتحطوهم كيطيبو مباشرة في الزيت اللي كيكون سخون بالنسبة الزيت خصو يكون الكيمياء خصو يكون كتيرا لك خوكات ديال البطاطا خصو ما يغرقو فسط من هده الزيت ما شغير النص ديالهم و النص كيبقى مع الري اللي كتديرو غير واحد لمقايلة صغيرة ندر تكسرولة صغيرة و ندير فعدو كليك خوكات كيطيبو النار تكون مجهده ما تكونش مهيله لان جميع المكونات طيبين خصو غير هده كل طبقه ديال الدقيق و الشابلو غيتحمرو فقط فاش كي بدو كيتحمرو كنبقى كنحرك 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 ما كنزكش بنتحرك نهائيا كيجيوها كواخدين واحد اللون موحد كنتمنى انا نكون اعطيتكم جميع الاسرار صغير كان سامر بنفس الطريقة كان طيبهم إلا كنتو ديرين كمية كبيرة فاش بدو غير النص من المجمد بدو كتطيبو فيه و النص لاخور خليو في المجمد باش هكيكون بارد وتحطو في الزيت سخون مبقى لغين قليكم جربوهم بصحة وراحة وإلى اللقاء في فيديو قادم